على وقع اللحظات الأولى لإعلان تكليف الرئيس سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء وبما أن تشكيل الحكومة هو عنصر من عناصر الثقة الأساسية في الاقتصاد أوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجيئة أن انخفاض سعر الدولار مرتبط بعدة عوامل إلى جانب تكليف الحريري أبرزها تعميم مصرف لبنان الأخير ومباشرة التفاوض مع صندوق النقد الدولي فور تشكيل الحكومة ما يسمح بدخول الدولار والعملات الأجنبية إلى لبنان يعني في الواقع انخفاض سعر صرف الدولار هو نتيجة طبيعية لتكليف الرئيس الحريري سعد الحريري ولكن أيضا هو نتيجة للتعميم مصرف لبنان الأخيرة وبالتحديد التعميم التي أصدره للتجار 85% لازم يكونوا كاش لبناني تحت يخدوا مبيلون دولار والتعميم اللي بخص صقف السحبات على الليرة اللبنانية للمصارف بحساباتهم بمصرف لبنان الأجواء بالمطلق حقيقة إذا استمر الوضع السياسي إيجابي وإذا نجح الرئيس الحريري بتشكيل الحكومي كما هو مطلوب نحن باعتقادنا أنه أكيد بيستمر الدولار بالانخفاض وخاصة أنه رح يكون في تفاوض مع صندوق النقد الدولي يعني معناتها رح يكون في دخول للعمل الأجنبية للدولار الأمريكي ورح يكون فيه إصلاحات هذه أهم شغلة للإصلاحات لأنه ما ننسى أنه نحن عندنا الإصلاحات هي الكارثية ما عم نقوم بإصلاحات باعتقادنا نحن أنه مهمة الحكومة الرئيس الحريري رح تكون مهمة صعبة ورح يكون فيها قرارات موجعة وخاصة فيما يخص الشق المتعلق بميلية الدولي ولكن بسعر صرف الليرة لذلك نحن نعتقد أنه حكومة الرئيس الحريري رح تكون عم بتفاوض بشكل شرس يمكن مع صندوق النقد الدولي لا شك أن حال الاقتصاد لا يستقيم إلا باعتماد سلسلة من الخطوات التي حددها الصندوق إلا أن سعر صرف الدولار سيستمر بالارتفاع ما لم تفرمله إجراءات تضخ الدولارات وتعيد الثقة للسوق